في صلاته مرة في صلاة الكسوف وتأخر فلما سألوه قال رأيت الجنة ورأيت فيها كذا وكذا يبا لا تغمض عينيك غير أن بعض أهل العلم قالوا بجواز تغميض العينين إذا كان في السجاد زخارف ستشغلك عن الصلاة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ الفاتح من أخطاء إخواني المأمومين في الفاتحة ثلاثة أخطاء الأول أنه إذا سمعوا الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال بعضهم استعنت بالله هذه بدعة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بعضهم رب اغفر لي ولوالدي هذه بدعة يا عبد الله اسمع وفقط اسمع قال تعالى وإذا كرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون قرأ الإمام الفاتحة قرأ المنفرد الفاتحة يقول آمين تسعة وتسعين وتسعة من عشر من المسلمين يخطئون في التلفظ بكلمة آمين إذ أنهم يمدون مد البدل ستة حركات وهذا خطأ لغوي واضح فمد البدل حركتين كما قال أهل العلم يقولوا إيه؟ يقول لك يسمعوا الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلقى يا إخواني أقول لك آمين خطأ أما لو قال إيه؟ آمين يبقى الأولى حركتين ولتاني أربع آمين مش آمين أنت راح فين؟ هذا خطأ تسعة وتسعين وتسعة من عشر بلا مبالغة من المصلين يخطئون في طريقة الجهري بالتأمين فإذا قرأت كإمام أو كمنفرد الفاتحة اقرأ بعدها ما تيسر لك من القرآن والفاتحة ركن وتكبيرة الإحرام ركن واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة والقيام في صلاة الفريضة ركن فمن قعد في صلاة الفريضة مع القدرة على القيام فصلاته باطلة أما في صلاة السنة فلك أن تصلي قاعدا وأنت تقدر على القيام غير أن صلاتك بنصف صلاة اقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن إسرة الأعلى الغاشية قاف أربع أو أقل أو أكثر من البقرة أو من الطوال أو نحو هذا ثم الركوع بعد كيف نركع أولاً اعلم يا عبد الله أنك سترفع يديك كنحو رفعك لهما في تكبيرة الإحرام في أربعة مواضع الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام ترفع يديك بحذاء من كبيك أو تجعلهما عند فروع أذنيك الله أكبر الله أكبر هذا صح وده صح تفعل هذا في أربع مواضع في الصلاة عند تكبيرة الإحرام اتنين عند الركوع تلاتة عند الرفع من الركوع أربعة عند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة ها أنت ذا قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن وستركع الآن لا تصل القراءة بالركوع بعض الأئمة يقرأ مثلاً أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر يا عمي خد نفسك تلاتة أربعة ثواني حتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصل القراءة بالركوع بالتكبيرة الركوع كان بياخد نفسه بينهم يبقى مثلاً إيه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر أسكت سكتة لطيفة خالص ثواني كده وبعدين أركع الله أكبر كيف أركع أقبض بيدي على ركبتي هكذا بعض الطيبين يجعل يديه على فخذيه هكذا خطأ أو على ساقيه خطأ الكفين الكفين اجعلهما على الركبتين واقبض بهما على الركبتين وفرج أصابعك ما الضمهاش فرج أصابعك هكذا وسوي ظهرك ولا تدلي رأسك ولا ترفعها فالحاول أن تسويها مع الظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره وما قنع رأسه ولا دلا هكذا وكان يجافي يعني يفتح دراعاته كده ما كانش بيزجد بيركع كده كان يجافي مرفقي هكذا ما كانش بيضمهم في الركوع هكذا إذا أردت أن تركع يا عبد الله اقبض بكفيك على ركبتيك وفرج الأصابع وسوي ظهرك لا تدلي رأسك لا ترفعه سويه مع الظهر ثم جافي المرفقين ثم قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أقلها مرة أو ثلاث وزد ما شئت فإن وجدت فسحة فهناك أذكار كثيرة غرضت في الركوع منها سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح أسمع نفسك لا تشوش على غيرك سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح مش عايزين السرعة البعض بيسبح كده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم ارفع سمع الله لمن حمده لازم تطمئن كل فقار يرجع إلى موضعه سمع الله لمن حمده ترفع يديك كما رفعته ما عند تكبيرة الإحرام البعض يعملك كده ربنا ولك الحمد يا أخي مش كده كده كما رفعته ما في تكبيرة الإحرام سمع الله لمن حمده أنت الآن راكع هترفع سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ترجع كما كنت في القيام الأول يعنيك محل السجود اليمنى على اليسرى على الصدر مع رفعك من الركوع يعود يعود كل فقار إلى مكانه ترفع يديكك تكبيرة الإحرام ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد لو هناك فسحة زد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد لسه في مجال زد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد إلى آخره إخواننا يضيف لفظة بدعية لك ربنا ولك الحمد والشكر الشكر دي لفظة بدعية يعني صنعت في مصر ميد إن المأموم عليه إذا رفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وهذا أمر فرعي في خلاف وواسع وإذا قلتها فبها ونعمة وإن لم تقلها فلا حرج عليك إن شاء الله إذا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد طيب هنسجد الله أكبر كيف نهوي إذا ننزل من القيام إلى السجود نهوي على الركبتين أم على اليدين هذه مسألة فيها خلاف واسع أيضا ما ترجح عند الإمام مالك والأوزاعي والشيخ الألباني ومنح نحو هؤلاء الإهواء على اليدين وهذا الذي أعمل به وأقول به إن شاء الله لا نبرك كما يبرك البعير ننزل على اليدين كيف